أهلا بكم رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولوس السادس في الماتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبر لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى مالطا وقال استقبلت مالطا البشارة باكرا جدا لأن الرسول بولوس كان قد غرق بالقرب من شواطئها ونجى فيها بأعجوبة مع كل الذين كانوا معه واستقبلهم أهل مالطا جميعا بإنسانية نادرة لذلك اخترت الجملة بإنسانية نادرة شعارا لزيارة الرسولية لأنها تشير إلى الطريق التي يجب أن نتبعه ليس فقط لمواجهة ظاهرة المهاجرين بل لكي يصبح العالم أكثر أخوة وقابلا للعيش معا وقال قداسته مالطا لها أهميتها بسبب موقعها الجغرافي فهي ملتقى الشعوب والثقافات وهي نقطة مميزة لرصد منطقة البحر الأبيض المتوسط وتمثل حق وقوة الدول الصغيرة لكن الغنية بالتاريخ والحضارة ولها أهميتها أيضا بسبب ظاهرة الهجرة إليها فكل مهاجر هو إنسان له كرامته وجذوره وثقافته مالطا كلها هي مختبر للسلام ويمكنها أن تحقق رسالتها إن استمدت من جذورها روح الأخوة والرحمة والتضامن ولها أهميتها أخيرا بسبب البشارة فمن مالطا ومنغوزو انطلق كهنة ورهبان كثيرون ومؤمنون علمانيون أيضا حملوا البشارة والشهادة المسيحية إلى العالم أجمع لهذا ذهبت هناك لأثبت ذلك الشعب في الإيمان والشركة وقد كانت زيارتي قبل كل شيء بمثابة شكر لله ولشعبه المؤمن المقدس في مالطا وفي جوزو